السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا معنا الشبكة دي وطبعا الشبكة دي بتكون متحركة وتقدر ان انت تستخدميها عندك على الشبابيك في البيت او تقدر ان انت تستخدميها في العربية وهي بتيجي متوفرة بكذا حجم وبكذا مقاس تقدر ان انت تختاري الحجم المناسب للشبابيك الموجودة عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفكهة تقدر ان انت تجففي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكاوم للرطوبة وبيحفظ لك اي حاجة او اي توابل انت بتستخدميها فيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي بيجي متوفر فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدفيله سائل التنظيف وبعد كده هتقدر من خلالها تنظفي كل المواعين اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة من غير ما تجرحي ايديكي وهنا هنشوف عندنا منظم للزيوت والتوابل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ عندك بكل سهولة وطبعا المنظم ده بيبقى متقسم لجزئين كده اول جزء بيبقى مقسم لاربع خانات تقدر ان انت تنظمي فيه اربع انواع من الزيوت او السوسات والجزء التاني تقدر ان انت تنظمي به اربع انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من السناديق الكبيرة اللي تقدر ان انت تنظميها فوق بعض بالشكل ده وتقدر ان انت تنظمي بيها الحلل او الاجهزة الكهربائية او الاطباق او مختلف الادوات واللوازم اللي انت عاوزة تنظميها به وهنا هنشوف عندنا اداة تسبيت او حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليه غطيان الحلل او لوحة تقطيع الخضرات او مختلف ادوات واللوازم المطبخ اللي بتبقى عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيت المنظم ده عبارة عن 3 رفوف كل الرف بياخد معاك تقريبا 10 بيضات يعني المنظم ده على بعض وكده بيشيل معاك 30 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلة الصغيرة دي طبعا تقدر ان انت تعتبريها سلة مكتبية يعني تقدر ان انت تستخدميها عندك في المكتب او على الكومودين في قدرة النوم او تستخدميها على صفر وقت الاكل وترمي فيها اي حاجة انت عاوزها وهنا هنشوف مع بعض عندنا الحامل اللي تقدر ان انت تثبتيه على اي سطح مكتب وتثبتي عليه الكمبيوتر او الكتاب اللي حابة تقري منه مجموعة هيلة جدا ومتميزة من الادوات المنزلية الحديثة اللي بتساعدنا في شغل البيت واللي مفيش اي سط بيت تقدر ان هي تستغنى عنها وتقدر ان انت تحصلي على كل الادوات دي بكل سهولة وبكذا طريقة معتمدة هيتم شرحها في نهاية الفيديو ده ولو عندك اي استفسار عن اي منتج معانا في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ولو انت اول مرة بتشوفي قناتي وبتابع فيديوهاتي اتمنى انك تدعميني وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك ولو عاوزة يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة فعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على باقي الادوات والمنتجات اللي معانا في الفيديو ده هنا هنشوف عندنا اداة تقطيع تقدري تستخدميها لتقطيع مختلف انواع الخضار لمكعبات صغيرة كده بالشكل ده وتحضري من خلالها صلطة الخضار بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا كسارة اللب او البندق او اللوز او عين الجمل تقدري تقشري من خلالها مختلف انواع المكسرات وهي طبعا زي ما انت شايفة كده سهلة جدا في الاستخدام وغير كده كمان هي بتبقى سريعة جدا وبتديكي افضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو طريقة استخدامها بتكون سهلة وعملية قوي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التسبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظم بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك وغير كده تقدر ان انت تنظم عليه بعض الادوات زي الليفة او الفرشة هنا بقى هنشوف عندنا الباوربانك ده حجمه بيبقى صغير كده وطبعا هو بيغنيك ان انت تشيلي معاك اي شواحن في الشنطة وهنا معانا الفرشة اللي بتساعدنا ان انا نضف مختلف الكبايات الكبيرة او البرتمانات اللي بتكون طويلة اللي بيبقى صعب علينا تنظفها دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم لادوات ولوازم التنظيف تقدر ان انت تثبتيه عندك على حنفية حد المطبخ وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم تنظيف المواعين زي الليفة وسلكة المواعين وغير كده بيبقى في حامل تقدر ان انت تنظم عليه فوة المواعين بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم لتغزين وتنظيم البيض بيجي عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا حوالي 15 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة واهم حاجة في المنظم ده انه حجمه بيكون صغير يعني مش بياخد مساحة عندك خالص جوه التلاجة بعد كده معانا رف تثبيت او اداة تثبيت تقدر ان انت تثبتيها عندك على دولاب المطبخ وتنظم عليها ادوات ولوازم المطبخ اللي بتكون عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بيها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر تنظمي بيها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطاعة اللي تقدر ان انت تثبتيها على الرخامة وتقطع عليها كل الخضار او كل اللحوم او السلطة او اي حاجة انت عاوزاها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي بتيجي متثبت عليها مجموعة من المشابك السغيرة تقدر ان انت تنشري عليها الشربات او الملابس الداخلية ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداية كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبرس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولي تلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسببكم في رعاية اللي